عشان كده عاوزين نوضح كم نقطة الاهلي الموسم ده خاض حتى الان في الدوري 24 ماتش كسب 21 تعادل 2 ولم يخسر إلا مباراة واحدة خلي بالكم الارقام كسب 22 وكسب 21 تعادل 2 ولم يخسر إلا مباراة واحدة والفارق بينه وبين الوصيفة الذي يليه بعد الفوز النهاردة ان شاء الله في ماتش الحرس هيكون 20 نقطة متخيلين يعني ايه 20 نقطة؟ يعني شايفين الفرق؟ الفرق يعني ايه؟ يعني اللي بعدك في الترتيب اللي انت سابقه بعشرين نقطة ده بيقول ايه؟ نتاج جهد وعرق وتخطيط وانتصارات وتخطي العقبات بعزيمة وإصرار وجلد عارف يعني ايه؟ بقى الوصيف شايف نفسه فأحسن حالاته رغم انه متأخر عنك بعشرين نقطة يعني انت كأهلاوي وكفريق في حتة تانية خالص ممكن يكون الأداء مؤخرة مش بالشكل اللي احنا عايزينه او مش بالشكل اللي بدأ به الاهلي الموسم لكن ده طبيعي بعد توقف الكرة في مصر وفي العالم كله بسبب كورونا لكن الاهم هو موصلة الانصارات ويبقى فاضل خطوات بسيطة على حسم اللقب وزي ما قلتلكم بعد ما اكسب ماتش النهاردة ان شاء الله حيبناقص لنا ثلاث مباريات ونتوك بالدرع الدوري عشان كده بكرر وبقول يا جمهور الاهلي العظيم يا احسن جمهور في الكون يا جمهور اعظم نادي في الكون خدوا بالكوا كويس ما تخلوش حد يشوي فرحتكم